واصلت الفرق الطبية بالهيئة العمال الرعية الصحية للمشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السماع للأطفال حديث الولادة بمحافظة الأقصر واصلت العمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية وفحص السماع للأطفال ضمن خطة المبادرة بجميع مراكز المحافظة أصفرت أعمال المبادرة عن فحص أكثر من 12 ألف طفل حديث الولادة من عمر يوم إلى 28 يوم حتى الآن وذلك من خلال الأجهزة السماعية بالمبادرة الرئاسية نحن عندنا 49 وحدة ومركز بيقدموا الفحص المبدئي للأطفال الصغيرين الحديث الولادة للاكتشاف المبكر لمشاكل السماع عندنا 34 وحدة ومركز تابعين لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأصر وعندنا 15 تابعين لمدرية الشؤون الصحية أي طفل في محافظة الأصر بيتولد قبل ما يتعمله أي تطعيم أو أي عينات غضة درقية أو أي شيء لازم يتعمله حاجة اسمها لإنبعاث الصوتي بموجب هذا الاختبار بنحدد الطفل ده سليم كوظيفة السماع عنده ولا مش سليم إحنا حاليا بنوفر أو متوفر عندنا خدمة الكشف المبكر مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السماع لأطفال الحديث الولادة ندعو كل المنتفعين بالتوجه إلى أقرب وحدة أو مركز للكشف المبكر عن ضعف السماع لحديث الولادة وده اللي تأتي من ضمن المبادرات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر